وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال مدخلة سابقة عبر سكايب أكد على ما يحظى به أيتام مملكة البحرين من عناية واهتمام من لدني جلالة الملك المعظم مشيرا إلى أبرز البرامج التي يتم تنفيذها لرعاية اليتيم لسيما خلال الشهر الفضيل الحمد لله إحنا برعاية ملكية أيتامنا ومنتسبين بخير جاءت الملك يبشر عياله في بداية رمضان بمكرمة ملكية بمساعدة لضمان احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل والكثير يتعاون معنا من سلال رمضانية من برامج اجتماعية جميلة جدا أهل البحرين الكرام سواء من البنوك من الشركات من الجمعيات الكلمة تعاون معنا في أشهر الفضيل ليلية تقريبا نحن نتفطر مع أيتامنا أنا أحرص نحضر شخصيا وعندنا غبقات الكلمة تعاون معنا